موسيقى تحرير مواقع استراتيجية في السوادية وقانية وتكبيد الميليشيات خسائر في الجدافر واللبنات الميليشيات تقصف منازل المواطنين في الفاخر وتواصل انتهاكاتها بحق المدنيين في حيس والتحيطة موسيقى أموال اليمن في عيدهم العالمي بين سندان البطالة والفقر ومطرقة الحرب التي عشرتها الميليشيات الخوثية موسيقى أهلا بكم تمكنت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء من السيطرة على مواقع استراتيجية صوب معقل ميليشيات الحوثي في مدينة السوادية ومصر العشرات من عناصر هذه الميليشيات جبهات البيضاء تتصدر الانتصارات والتقدمات جبهة خففت الكثير من الضغط على مأرب والجوفة وشتتت جهود الحوثي البيضاء تقول جبهاتها أن هناك انتصارات عظيمة وحقيقية على الأرض تحققها القوات العسكرية مسنودة بالقبائل في مناطق متفرقة فشرق مكيراس بجبهة الحازمية تحديداً حقق أبطال القوات الحكومية المرابطين والمقاومة انتصارات كبيرة وتمكنوا من خلالها السيطرة على مربعات واسعة على الأرض أهمها موقع الإرسال والحنانة مكيراس جبهة كانت قد أحكمت سيطراتها الأسبوع الماضي على أهم المواقع في عقبة ثورة وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة على المستوى البشري وكذا العتاد العسكري شرق البيضاء وتحديداً في جبهة قانية جبهة مشتعلة شهدت معارك شرسة على أثر هجمات الميليشيات المتكررة على مواقع القوات الحكومية والتي يأمل الحوثي من خلال هذه الهجمات تأمين خط عبور صوب مارب لمهاجمتها بسهولة ويسر إلا أنه اصطدم ببسالة القوات الحكومية مسنودين بأبناء القبائل الذين شنوا هجوماً معاكساً على مواقع تمركز الميليشيات وتم التمكن من السيطرة على مواقع كان الحوثي متمركزاً فيها منذ العام 2015 وتحديداً في موقع الحمى الاستراتيجي المطل على الوهبية ونقطة اليسبل استطعنا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أن نسقط هذه الأماكن أو هذه التباب الذي يظل العدو على مدى خمس سنوات وهو متمركز بها وتؤكد مصادر عسكرية لليمن اليوم أن عدد صرع الحوثي في مديرية مكيراس وأصبح تقاوز سبعين قتيل أما في جبهة قانية تقاوز عدد قتل الميليشيات خمسين قتيلاً وذلك في يوم واحد وأكد ذات المصدر أن عدد جرح الميليشيات تقاوز عدد القتلى بكثير كما استطاعت القوات الحكومية في التفافها أسر ستة من عناصر الميليشيات واغتنام عدد من الأسلحة من بينها قناصات ومعدلات وأسلحة متنوعة وكعانة الميليشيات الحوثية في كل هزيمة تبحث لها دائماً عن ناصر لتوجه أسلحتها صوب المدنيين العزل وبوحشية لم تستثني امرأة أو طفلاً أو شيخاً فقتلت امرأة وشيخاً دون مراعاة حتى لحرمة الشهر الفضيل وكان آخرها استشهاد المرأة جهاد الأصبحي برصاصة الميليشيات الجبانة الحادثة ألهبت البيضاء ودفعها إلى الدعوة إلى نكف قبلي واسع يقضي برفع الجاهزية التامة وإخراج الحوثي من البيضاء والميليشيات تدرك جيداً ماذا تعني ورقة القبائل على طاولة السيطرة في البيضاء لقناة اليمن اليوم فؤاد المجيد محافظة البيضاء إلى ذلك تواصل الميليشيات الحوثي اعتداءاتها وأيضاً هجماتها على مواقع القوات الحكومية واستهدافاتها المتواصلة للمدنيين في مختلف قرى ومناطق البيضاء مصر عسكريون أفاد أن أبطال القوات الحكومية كسروا هجوماً حوثياً على عدد من المواقع في جبهة قانيا شمال المحافظة والحق بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وضف أن الأبطال مسنودين بالمقاومة الشعبية نفذوا هجوماً عسكرياً تمكنوا خلاله من تطهير عدد من المواقع التي تنطلق منها هجمات الميليشيات الحوثية على مواقعهم وتقصف منها القرى والمناطق الأهلة بالسكان في السياق وضح العميد أحمد محمد عبد الله أصبحي والد جهاد التي قتلتها الميليشيات الحوثية خلال اعتداءاتها المتواصلة على أبناء البيضاء أكد في رسالته أنه لم يتم التواصل معه بشأن موضوع قتل ابنته جهاد لا من قبل الحوثيين ولا من المتحوثين وأن القضية ليست قضيته بل هي قضية أبناء البيضاء عامة وضف إذا كان هناك من تعاطي مع التحكيم فلن يكون من قبل الأصبح فقط بل من كل حر شريف من أبناء البيضاء ألمه هذا الجرح وكأن المسألة سوء فهم فقط كما صورها التحكيم وجدد تأكيده للجميع بعدم التهوين بهذه القضية وكان عم المغدورة أكد ما جاء على لسان والدها في تصريح حصلات اليمن اليوم على نسخة منها أنا سألو محمد الأصبحين عم الشهيدة جهاد أحمد محمد الأصبحين وهذا أخيها تفاجأنا حملة من الحوثين من حملة عسكرية من أطقم ودبابات ومدرعات جاءت ناس من أصحابنا وسلمنا لهم محابيس ورهاين وبعدما سلمنا لهم للمحابيس ورهاين اعتدوا على البيت وقتلوا الحومة وأخذوا الأجواج من منزل وانتهقوا وبعد الجريمة انتظرنا منهم أي تجاوب استمتال قضية أو تجاوب ولا حصلنا أي رد وذهبنا إلى الشيخ ياسر ومن معه من مشايخ البيضاء ونحن الآن عند الشيخ ياسر العواضي وآل عواض ومن معه من مشايخ البيضاء داعينا واحد ورأينا من رأيهم ولا لنا موقف إلا بهم وانتهى في الحرمات لا يرضي الله ولا رسوله وموقفنا من موقف الشيخ ياسر ومن معه من مشايخ البيضاء في الضالة كثفت الميليشيات الحوتية من قصفها للقرى والمناطق الآهلة بسكان بمديرة قاطبة كرد فعلا على خسائرها بمنطقة الفاخر وفاد مراسلنا أن الميليشيات قصفت منازل المواطنين بقذايف الهون في مناطق سليم وحمان المحاضية لمنطقة الفاخر ولا توجد أنباء عن سقوط ضحايا من المدنيين وأضاف أن القصف العشوائي الهستيري على منازل المواطنية بعد تلقي الميليشيات ضربات موجعة من قبل القوات المشتركة وتكبيدها خسائر خلال اليومين الماضيين وآخر تلك الخسائر كان في منطقة التوخب غرب حجر عندما شنت القوات المشتركة عملية إغارة على ثكناتها هناك سقط فيها عدد من القتلى والجرح الحوثيين بالإضافة إلى أسر آخرين واغتنام عدد من الأسلحة المتنوعة في تعز تستحدث ميليشيات الحوثي مواقع جديدة في جبال السراية بأطراف مديرية ماوية وتكون بتضييق على المواطنين فيها وأفدت مصادر خاصة لليمن اليوم بقيام الميليشيات الحوثية باستحدثات تلك المواقع لتسهيل سيطرتها وقصفها العشوائي على مزارع المواطنين والمرة بالطرقات والساكنين في قرية الرباط والقرى المجاورة لها الواقعة بأطراف مديرية الأزارق في محافظة الضالع المجاورة لمديرية ماوية بتعز وأضافت المصادر أن اللواء الخامس مقاومات دفع بتعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس بعد استحداثات المواقع من قبل الميليشيات الحوثية ومن خلالها تم استحجاف المواطنين المرة في الوادي وقلصه ميليشيات الحوثية قامت باستحلاث مواقع يعني بمديرية الحشاء بقرية مراوسة وقامت باستحلاث مواقع مكانت بمديرية المحدة يعني بموقع السرايا قامت باستحلاث موقع قناصة ديشكاء وموقع قناص بقطع الطريق في الحديدة أقدمت ميليشيات الحوثية على استهداف الأحياء السكنية في مديرية الدريهيمي بالأسلحة الثقيلة وبالمتوسطة أيضا مصادر محلية فادت أن الميليشيات قامت باستهداف الأحياء السكنية بقضائف الهاون وقضائف الاربي جي كما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة والأسلحة القناصة وأيضا سلاح معدل بيكا وبشكل هستيري وأضافت المصادر أن القصف والاستهداف الحوثي خلف حالة من الدعر والخوف والهلع أوساط المواطنين القاطنين بمنازلهم لا سيما بين النساء والأطفال وفي مدينة حيس أقدمت الميليشيات الحوثية على محاولات تسلل بائسة تصدت لها القوات المشتركة وأجبرتها على الفرار بعد سقوط خسائر فالحة في صفوفها بالعتاد والأرواح خلال هذه المواجهات جبهة حيس المفتوحة تسعى الميليشيات الحوثية فيها لتفجير الأوضاع عسكريا من خلال تسللاتها وهجماتها المتكررة صوب مواقع القوات المشتركة للمرابطة في خطوط المواجهات وامتد تصعيدها من ثلاثة محاور ابتداء من الجنوب والشرق والشمال الغربي خلال خمسة أيام متتالية قامت الميليشيات بمحاولة ثلاثة تسللات بشكل يومي من الجهة الشمالية الشرقية ودفعت بمقاتليها المتسللين بالتجاه مواقع القوات المشتركة لكن يقضت الأبطال أفشل تلك المحاولات بكل بسالة خابت الميليشيات أمام يقضة الأبطال فخططت أن تشن هجمات عنيفة لاستعادة ما خسرته على أيدي أبطال القوات المشتركة في فبراير 2018 الميليشيات بدأت بالهجوم الأول من الشمال الغربي لمنطقة بيت مغاري فتصدى لها أبطال اللواء الحادي عشر عمالقة فخسرت مقاتليها وفقدت معنوياتها أبت أن تعقل وتتعقل وعودت بشن هجوم آخر خلال 24 ساعة ابتدأ من الجنوب إلى الجنوب الشرقي وتصدى لها أبطال اللواء السابع عمالقة وباشروا الميليشيات بضربات حاسمة وأخمدوا مصادر نيرانها القوات المشتركة في حيث كانت على يقظة تامة فيما الميليشيات دفعت بمقاتلها والمغرار بهم إلى محارق الموت فتلقنوا دروسا قاسية وأعلنت الميليشيات عن هزيمتها أمام الصمود الأسطوري مع مواجهة القوات تصعيدات يومية ومستمرة تقوم بها الميليشيات الحوثية من خلال الهجمات والتسللات ناهيك عن استحداث المتارس وحفر الخنادق والأنفاق في انتهاك واضح للقرارات والاتفاقيات الدولية حسام بكري اليمن اليوم في التحيطة أقدمت الميليشيات رحوثية على استهداف الأحياء والقرى السكنية في مدينة التحيطة وأيضا في منطقة الجبلية بمختلف أنمواع الأسلحة مصادر محلية ذكرت أن الميليشيات قامت باستهداف الأحياء السكنية في مركز المدينة بقذايف الهون وقذايف الاربيجي كما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة وبشكل هستيري وضافت المصادر أن الميليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة ومعادل البيكة صوب القرى السكنية وصوب مزارع في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيطة وأكدت أن القصف والاستهداف الحوثي خلف حالة من الضعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين القاطنين بمنازلهم أقدم قائد اللواء السابح الرأس الجمهورية العقيد زايد منصر بالأقامة قائد اللواء السابح الرأس الجمهورية العقيد زايد منصر مأدبة أفطار وأمسية رمضانية في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة وذلك بحضور وكيل أول محافظة وليد القديمي ومدير مديرية الدريهمي ومدير أمن مديرية الحاوك والعديد من القيادات في المؤتمر وفي المديرية نرحب الإخوة ضيوف اللواء السابح في هذه الليلة المباركة في هذا الإفطار والأمسية الرمضانية وعلى رأسهم الأخ وكيل أول محافظة الحديدة العميد وليد القديمي والأخ مدير مديرية الدريهمي والأخ مدير أمن الدريهمي والأخ مدير أمن منظر والمشايخ والعقال وقيادات المؤتمر الشعبي العام في مديرية الدريهمي نرحب الجميع يأتي هذا اللقاء وهذه الأمسية الرمضانية في إطار تعزيز العمل المجتمعي وتكثيف التواصل مع المجتمع وتلمس هموم المواطنين ومعرفة احتياجاتهم وكانت فرصة سعيدة أن يكون الأخ وكيل أول محافظة الحديدة موجود وقد سمع من المواطنين وقام بزيارات ميدانية في هذا اليوم إلى أدد من قراء الساحل القربي في مديرية الدريهمي وكذلك مديرية بيت الفقه واستمع على كثير من هموم واحتياجات المجتمع المحلي في هذه الفترة وإن شاء الله قد وعد بتقديم ما يستطيع من خلال السلطة المحلية لهؤلاء الناس المحتاجين نشكر كائد اللواء السابع حراس جمهورية على استضافته ودعوته لنا لحضور مأدبة الإفطار لهذا اليوم وهاد الأمسية بحضور كافة الشخصية الإتماعية ما لمسناها اليوم من خلال زيارتنا لكرة الساحل الغربي في مديرية الدريهمي وبيت الفقه وما قامت به ميليشيات الإرهاب الحوثي من زراعة الألغام وتفخيخ المنازل وأصبح وجود القوات المشتركة في الساحل جانب إيجابي كبير لكل أبناء المحافظة الحديدة هناك فرق تنزع الألغام وهناك يد تمد المساعدات الإنسانية أصبح قوات المكاومة في الساحل هي العون الأول للمواطن اليوم الكل يستقبل والكل يحيي هذه القوات عكس ما يقال من قبل جانب الإعلام الحوثي والإعلام المعارض لهذه القوات المتواجدة أصبحت القوات حاضنة لكل أبناء المحافظة وأصبحوا يعملون بيد بل والتحك الجميع منهم إلى صفوف المقاومة للدفاع عن هذا الوطن الكبير الذي يطمح الجميع أن يعود إلى منازلهم من شرق اليمن إلى غربي ومن شماله إلى جنوبه كذلك أيضا دعم والعمل المتواصل من قبل قيادات المؤتمر الشعبي العام في المديريات المحررة والتواصل مع منهم في الداخل وإن شاء الله قريبا ستكون كل القوات داخل مدينة الحديدة وداخل كل المحافظة التي مازات تحت سطرة الميليشيات هذه التلاحم بيننا والبين والتعارف والتعاضد ولما شمل المؤتمر الشعبي العام كسرت القوات الحكومية محاولة تسلل للميليشيات الحوثية الشرقي مدينة الحزم في محافظة الجوف مصادر عسكرية أفادت أن مواجهات عنيفة دارت بين القوات الحكومية في المنطقة السادسة وعناصر الميليشيات الحوثية في منطقة الجدافر المحاذية المعسكر اللبنات شرق مدينة الحزم وضافت أن عناصر من الميليشيات الحوثية تسللت إلى مواقع قريبة بخط التماس بين الطرفين بهدف الوصول إلى مواقع القوات الحكومية إثرى تنفيذ هجوم فاشل وانتهت المعارك بتلقين عناصر الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة بالأرواح تجاوزت العشرات من القتلى والجرحى وأفاد مرسلنا أن القوات الحكومية نفذت هجوما معاكسا استطاعت من خلاله استعادت موقعين من الحوثيين في ميمنة الجبهة مع أسر أربعة من عناصرها كما دكت مدفعية القوات الحكومية آليات عسكرية حوثية كانت قادمة من مدينة الحزم إلى الجدافر بالقرب من معسكر اللبنات في ذمار أقدمت ميليشيات الحوثية على ارتكاب جريمة جديدة بأحد المصليين داخل المسجد في مديرية عتما وأفاد الصحفي عبدالكريم المدي في تغريدة على حسابه في تويتر أن الجريمة الحوثية تمت الجمعة في مديرية عتما بمنطقة السمل قرية معكد وأضف أن ثلاثة أطقم تابعة للميليشيات الحوثية اقتحمت جامع القرية أثناء صلاة الجمعة وقتلت أحد المصليين اسمه شوقي جابر رفعان داخل بيت الله وأخذت جثته إلى الذمار يشارو لأنه سبق ذلك جريمة الأسبوع الماضي في الصومعة بمحافظة البيضاء حيث قصفت الميليشيات أحد المساجد بهاون وقتلت الإمام في ريمة توفيت طفلة رضيعة وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات طفيفة إثر انهيار منزل في عزلة الريم بمديرية مزهر بسبب الأمطار الغزيرة مصادر محلية ذكرت أن الأمطار الغزيرة التي حطلت على العزلة تسببت في انهيار منزل المواطن سعد عبدالله صالحي ما أدى إلى وفاة طفلة وإصابة ثلاثة آخرين وأشار المصدر إلى حدوث انهيار جزئي في عدد من المنازل القديمة ونزوح السكان وطمر مساحات زراعية واسحة جراء الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة وناشد أهالي وابناء عزلة الريم المنظمات الإنسانية إلى إنقاذ المتضررين والنازحين وتلبية احتياجاتهم الطارئة تحتفل أغلب دول العالم في مطلع مايو من كل عام بيوم العمال العالمي لكن عمال اليمن تأتي عليهم هذه الاحتفالية في ظل ظروف معيشية صعبة نتيجة فقدان مصادر دخلهم بفعل الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية منذ أكثر من خمس سنوات الأول من مايو كل عام احتفال سنوي بالعمال أو ما يعرف بيوم العمال العالمي لكن عمال اليمن والموظفين للذكرى السادسة على التوالي يقاسون الأمرين وباتوا على رصيف البطالة بفعل الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي منذ أكثر من خمس سنوات وأدت إلى إيقاف النشاط التجاري والاستثماري في البلاد تقرير حقوقي أكد بأن ما يقارب من خمسة ملايين عامل باتوا عاطلين عن العمل بسبب توقف نشاط الشركات المحلية والأجنبية التي كانوا يعملون فيها وهو ما يشكل نسبة ستين بالمئة من العمالة في القطاع الخاص كما أدت الحرب المستعرة في غالبية محافظات الجمهورية إلى هجرة رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج للبحث عن بيئة مستقرة للاستثمار فيها وبالتالي توقف المشاريع التنموية محليا في مختلف القطاعات وأصبحت الأياد العاملة والكوادر اليمنية خاملة عن مزاولة أي أعمال تجدد لها نشاطها وتؤمن أقوات أسرها حتى أصحاب المشاريع الصغيرة والأعمال البسيطة وجدوا أنفسهم محاربين من أشخاص نافذين وتابعين للميليشيات المسلحة وغير قادرين على منافستهم في السوق بفعل الابتزاز الذي يتعرضون له ناهيك عن الضرائب والإتاوات التي أثقلت كاهلهم ويفكرون ألف مرة قبل الإقدام على تنفيذ أي مشروع لتكسب منه المعطيات هذه وغيرها جعلت من العمال في اليمن يقعون فريسة للفصائل المسلحة وعملت بيليشيات الحوثي على استغلال حاجة الكثير منهم للمال في استقطاب مقاتلين جدد إلى صفوفها وزج بهم في معاركها العبثية لتصبح حياتها أولى على المحك بل زاد الأمر سوءا عند عشرات آلاف الأسر التي فقدت معيلها في حرب ليس له فيها لا جمل ولا ناقا ودفعه إلى خوضها العوز والفاقا احتفل العالم يوم الجمعة بعيد العمال بشكل غير مسبوق دون مسيرات ولا تجمعات بسبب تفشي وباء كوفيد ناينتين الذي أودى بحياة أكثر من مائتين وثلاثين ألف شخص في العالم في هذا الإطار أحيى العالم وعيد العمال بدون المسيرات التقليدية للنقابات في يوم العطلة الرسمية هذا في العديد من الدول وهو أمر غير مسبوق في التاريخ وجرت تعبئة للعمال بشكل آخر عبر الشرفات وعبر التواصل الاجتماعي تتابعون بعض الفاصل تسيير حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في تعز والوباء يواصلوا الانتشار وحص أرواح ضحايا إننا نشكر عمالنا اليمنيين الذين أسهموا إسهاما فاعلا في عملية التنوية في مختلف المجالات رغم التحديات والعواصل ولكن حققوا كل المجالات على مختلف الأطلق تنمويا وزراعيا ومجلية تحديا في كل المحافظات أكدت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في اليمن لمواجهة وباء كورونا تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في محافظة تعز وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها في تويتر إنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا هي الأولى في محافظة تعز لمواطن في العقد الرابع من العمر وأضافت أن الحالة تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة وتم اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمريضة يواصل فيروس كورونا تفشي حول العالم حيث تجاوز تعداد المصابين به الثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف شخص في ظل إجراءات احترازية المتواصلة وتشير الأحصاءات إلى أن عدد المصابين بالوباء بلغ أكثر من ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانين ألفا فيما وصل عدد الوفيات نحو مائتين وأربعين ألف وبلغ عدد الذين تعافوا من هذا الفيروس إلى أكثر من مليون وسبعين ألف شخص وتعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول حالة وفاة بهذا الفيروس في نهاية فبراير تعد الدولة الأكثر تضررا في العالم من الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات إذ أنها تضمن وحدها ثلثة الإصابات وربع الوفاية الناجمة عن هذا الفيروس في العالم وسجلت الولايات المتحدة ألفين وثلاث وخمسين حالة وفاة جرى فيروس كورونا المستجدد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز في إيطاليا قالت وكالة الحماية المدنية أن عدد الوفاية فيروس كورونا بلغ 269 شخصا الجمعة مقابل 285 شخص يوم الخميس بينما ارتفع عدد الإصابة الجديدة بواقع 1965 حالة وأوضحت الوكالة أن إجمال عدد الوفاية منذ ظهور الفيروس في إيطاليا في الواحد والعشرين من فبراير وصل إلى 28 ألفا ومائتين وستة وثلاثين شخصا وهو ثاني أعلى عدد وفاية في العالم بعد الولايات المتحدة وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة والتي تشمل المتوفين والمتعافين أكثر من مائتين وسبعة آلاف شخص وثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وأسبانيا بينما في المملكات المتحدة سجلت السلطات يوم الجمعة 739 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد لترتفع الحصيل الإجمالية إلى 27 ألفا وخمسمائة وعشر حالات وفاة في ثاني أكثر دول أوروبا تضررا وفق ما أفاد وزير الصحة مات هانكونغ وأعلنت الحكومة أيضا عن تجاوز هدفها بإنجاز 100 ألف فحص يومي بحلول نهاية إبريل وهو عنصر هام لمكافحة كوفيد 19 في إيران ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة أن إجمالي الوفاية في جراء هذا الفيروس المستجد زادت 63 حالة وفاة في الأربع والعشرين الساعة الماضية التي ترتفع إلى 6 ألاف 91 شخصا وأضاف المسؤول الإيراني أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيران أحد أكثر البلدان تضررا من جائحة كورونا في الشرق الأوسط بلغ نحو 96 ألف إصابة منها 2899 في حالة حارجة منذ إعلان أولى الإصابات منتصف فبراير وأوضح جيهن بونز أن ألفا وستة إصابات جديدة جلت تثبت منها في الساعة الأربع والعشرين الماضية لكنه أشار إلى انخفاض الإصابات بالتوازي مع دعوة السكان إلى البقاء في منازلهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وتكبيد الميليشيات خسائر في الجدافر واللبنات الميليشيات تقصف منازل المواطنين في الفاخر وتواصل انتهاكاتها بحق المدنيين في حيس وفي التحيطة ثمال اليمن في عيدهم العالمي بين سندان البطالة والفقر ومطرقة الحرب التي أشعلتها الميليشيات الخلقية أشكركم على كرم المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة